بسم الله الرحمن الرحيم متابعي قناة قلعة الفيزياء مرحبا بكم في فيديو جديد نحاول نعرفه بتانوية الملكية العسكرية الثانية بإفران إذن بعد ما هدرنا في الفيديو اللي داز على التانوية العسكرية الأولى بالقنيطرة اللي هي خاصة بالدوكور نقضي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو أسفل هاد الفيديو هذي بالنسبة للدوكور بالخصوص لأننا تتهم الدوكور اليوم نحاول تحدثوا على التانوية اللي خاصة بالإينات اللي هي توجد بمدينة إفران إذن نحاول نشوفوا الشروط الولوج يعني شنو الشروط اللي خاصة توفر شكونوا ما الفئات اللي قدروا الجلد المؤسسة ومناش كي تكون بالف الترشيح بالأساس ثم نهدروا على نظام الدراسة وبعض المعلومات العامة بصفة عامة إذن اللي تشوف الفيديو أول مرة أو تشوف قناة أول مرة منساش يفعل زر الاشتراك باش يوصلوا ديما الجديد المعلومات اللي تنوضع في هاد القناة هاد نقع على بركتي الله هنا يتعريف بالتناوية الملكية العسكرية بإفران إذن شكونا هي هاد التناوية العسكرية لليسي غوية الميليتار إفران هي واحد مؤسسة عموبية يعني ماشي خاصة يعني مؤسسة عموبية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية يعني كتخضع للنظام ديال وزارة التربية الوطنية من حيث التدريس يعني المقرارات والبرامج فهما بحالة يقرأوا في اللي سي العادي التناويات المدنية العادية إذن حتى التلام ديال هاد لليسي غوية الميليتار يقرأوا في نفس البروغرام يعني اللي تابع الوزارة التربية الوطنية خاصة بالإينات إذن هاد المؤسسة فهي خاصة بالإينات الدكور المؤسسة التناوية ديالهم كينا بقوني طيرا اللي هادرنا عليها في الفيديو اللي داز شنو مشوروط لولوج إذن شكونا هم الفئات اللي مؤهلة باش ندخل لهذا التناوية صفة عامة يتمولوج هذه التناوية التأهيلية عن طريق مبارا يعني كونكور يعني باش ندخل لهذا اللي سي تندوزوا واحد الكونكور صافي بالشرط التالية ماذا يشترط يشترط أن يكون مترشح يعني خاص بالإينات هنا عندما تدخل فخصوبي ترشح القنيط بجنسية مغربية حاصل على شهادة الدروس الإعدادية ضكنا هذه حالة خاصة حاصل على شهادة الدروس الإعدادية يعني هادو الناس اللي غيدفعول التناوي يعني غيدفع الجيد على المشترك العلمي الليسي إذن خصوبي يكون عنده الدروس الإعدادية الناس اللي غيدفعوا الإعدادية يعني الأولى إعدادية لل7 يكون عندهم شهادة الدروس الإبتدائية حيث التانوية فيها سيلكين فيها السيلك الإعدادية يقرأ فيها الإعدادية 7-8-9 وتيقرأ فيها التانوي 5-6-1-2 صافي وعندك الحق تدفع في أي مستوي يعني تقدر تدخلها من 7 انطلاقا من 7 تقدر تدخلها في 8 تقدر تدخلها في 9 في الجدع المشارك في الأولى وتقدر تقرأ عندهم مغعم 1 تقرأ غير باكالوريا يعني في أي سنة عندك الحق تقدر تكمل الدراسة بها إذا المتمتع بصحة جيدة خاصة الشخص يكون بصحة جيدة يعني ما فيش أمراض دات نتائج دراسية جيدة إذا هذه خاصة الناس المتفوقين الناس اللي عندهم نقاط جيدين باشي أي واحد يقدر يدخل صدروري النقاط ديالك تكون متميزة علاش؟ لأن عدد الأماكن فيها فهو محدود يعني ما شهدت استقطاع مفتح، عدد الأماكن محدود وبالتالي يعني هنا يتم الانتقاء والمباراة انتقاء والمباراة يتم بناء على النقاط يعني ضروري النتائج الدراسية الجيدة مقبول من طرف لجنة الإختيار الأولي يعني ما تتم القبول بشكل نهائي إلا بعد ذلك الانتقاء الأولي اللي تكون بناء على النقاط ثم أنك تنجح في هذه المباراة اللي تدوز إذا عاد يقدر يكون هناك يعني قبول بشكل نهائي هذا هو بسبق الشرطوج بسبق الوثائق المطلوبة بصفة عامة فهي كل سنة تكون نفس الوثائق تقريباً هناك طلب خطي من طرف الأب أو الوالي إلى السيد مدير التانوي العسكرية الملكية ثانياً عقدان للازدياد باللغتين العربية والفرنسية ثلاثة شهادة مدراسية للسنة الدراسية الحالية يعني الشهادة العام التي تقرأ فيها هذا العام مثلاً ربعة بيانات النقاط بيانات النقاط بيانات النقاط الأصلية بيانات النقاط الأصلية للسنة الدراسية الجارية السنة السنة ابتدائية من ذلك على القيام انظر إذاً لzu تلك التحديد الآخرين الدراسية الجارية وإذاً الآخرين نظف الدراسية الجارية 5 شهادة طبية تثبيت السلامة الجسدية 6 كشف إشعاعي للصدر 7 دفتر تلقيحات ثم شهادة الأبوة مسلمة من رئيس الوحدة بالنسبة للعسكريين ومن السلطات المحلية بالنسبة للمتقاعدين والمدنيين بالنسبة للعسكريين المزاولين بالنسبة للعسكريين المزاولين شهادة الحضور بالنسبة للآباء المدنيين شهادة العمل السعود شهادة السكنة بالنسبة للمتقاعدين والمدنيين مسلمة من طرف السلطات المحلية ثم شهادة العمل للآباء المدنيين ثم نسخة مصادقة عليها لبطاقة التعريف الوطنية للأب أو الوالي ثم نسخة كاملة مصادقة عليها لشهادة المعاش بالنسبة للعسكريين المتقاعدين وأرامي العسكريين ثم شهادة الحضور بالوحدة بالنسبة للعسكريين ثم صور فوتوغرافية للمترشيح ظرفان بارديا من الحجم الصغير ناشف تبنتاش يحميلا طابعا من فئة ثلاثة خمسة وسبعين درهم بارديا وعنوان الأب أو الوالي ظرف بين الحجم المتوسطين يحميلا طابعا بارديا من فئة ثلاثة بارديا من فئة ثلاثة بارديا من المعادة لعشرين درهم إذن هذه أهم الوثائق تقريبا التي تكون كل سنة في هذا العام كملاحظة يعني هذا العام بازال ما تفتح تسجيل لحد الآن بازال ما كي شي جديد بخطوص تسجيل هذا العام فهو حالة خاصة ولكن غالبا هذه الوثائق كانت تكونوا تقريبا كل سنة مع ذلك كان شي تغيير طافي بسبب النظام الدراسة بهذا اللي سي ميليتا إذن النظام الدراسة فهو داخلي يعني هناك داخلية يعني الإينات التي تولجوا هذه المؤسسة كي يستفدوا من المبيت ومن المعكل إلى غير ذلك يعني تقتنوا بالمؤسسة الفسية يعني تسكنوا تماما وتقرأوا تماما أيضا النظام فهو نظام داخلي مدة الدراسة يعني فوقاش عندنا العطلة فوقاش نقرأوا مدة الدراسة وتنظيمها وبرامج التعليم المتابعة وكذا الامتحانات إلى غير ذلك والشهادات التي تختصن بها الدراسة هي نفس ما تقرره وزارة التربية الوطنية للتعليم التانوي يعني نفس النظام التانويات تخضع نفس النظام التي تخضع له التانويات العادية التانويات المدنية لمن حيث أيام الدراسة لمن حيث العطلة الدراسية لمن حيث أوقات الامتحانات إلى غير ذلك نفس الشيء الذي يتطبق في التنويات المدنية العادية يتطبق في التنويات العسكرية وهي تابعة لوزارة التربية وطنية تخضع نفس النظام للتنويات العادية لا من حيث الدراسة ولا من حيث الانتحانات هذا بخصوص نظام الدراسة بسبب الآفق، ما هي الميزة لهذه التنويات؟ لماذا نقرأ فليسي ميليتر؟ ما هو الفرق مع التنويات العادية؟ إذا صراحة لا يوجد من حيث الآفق يعني من حيث المباريات التي تدوز إلى غير ذلك لا يوجد فرق بعد البكالوريا، هذه المباريات لكل مدارس العليات يدفعونه سواء الناس للتنويات المدنية الأولى التنوية العسكرية، يعني كاتبارة وبناء على النقاط إذا كتيدفعون الناس للتنوية العسكرية تدفعون للناس دية التنوية المدنية يتم التبارع بناء على النقاط كين الفرق؟ الفرق الى تنوية الجو دياله ما يميزها هو تواجد الداخلية النظام الداخلي دياله سوى الصرامة، سوى الإنضباط يعني ما كيش بصيغة أخرى ما كيش دك الفشوش بصيغة أخرى يعني كيش وياتصارامة جدية في التعامل وبالتالي هاد العوامي الكاملة وهذا النظام العسكري الصارم ربما توفر ظروف مواتية باش تلامد يعني تحصلوا على نتائج جيدة وتيجيبوا معدالات جيدة يعني اللي كتبكنوا وكتأهلهم باش أنهم يولجوا المدارس الكبرى ويشاركوا في المباريات والكونكورات يعني اللي تحتاجون نقاط عالية. يعني هذا هو الفرق يعني الأساسي أو الجواري كيان ميزة أخرى ربما إلا بغيتي تكمل بالبعض الباكالوريا يعني تكمل في المجال العسكري إذن لا كانت عندك لانوت زائد انت قريتي في المدرسة عسكري ينتي يكون عندك نسبيا واحد لفونتاج ربما أنك قريتي في المدرسة عسكري. إذن هذا هو ربما الاختلاف اللي كانوا الميزة الأساسية يعني هو ذك الجو يعني الناس اللي بغوا يقرأ ولي بغوا يجيبوا معدلات جيدة الناس اللي يعني الغرض الأساسي ديانه هو الدراسة إذن أكيد رعدك هو المكان المناسب لأن جميع الظروف تبما تتكون مواتية النظام شوية تكون قاسي إذن نظام عسكري إذن تبغي شوية ديال الصرامة شوية ديال الإنضباط وبالتالي يعني تتكون أمامك الظروف مواتية باش أنك تقرأ و تشجاهد وتخدم وباش نجيب نقاط جيدة ليتأهلك من بعد يعني تكمل بشكل جيد إذن هذا ربما هو الميزة أو الفونتاج الحقيقي هنا اللي كان بسبب هذه التانويات هنا بسبب ضوكنا للتواصل هنا خلاص اللي تبغى مزيد بالمعلومات ريقدر يتواصل على هذه الأرقام الهاتفية يعني يسول على طارق تسجيل إلى غير ذلك إلا كانوا مفتوحين إلى الفضل مرحلة وراء